عرفت على شخصيات بيرزة طبعاً وهنا اللي كانوا يعطوك المعلومات أكيد نحن الصحفيين شو شغلتنا نحكي مع الناس اللي هنين بيكونوا مصادرنا بس ليش راغدة مش غير راغدة لأني شغيلة لأني صحفية حقيقية لأني بعرف شو عم بعمل لأني دارستي مهنتي لأني مهنية يعني ليش فين صحفيين ناجحين وناس بتفشل فيه ناس بتتعمشق على الصحافي بتتعمشق عليها بتقول لك أنه مات هيني اللي راحوا تعمشق على الصحافي بالأمم المتحدة راح راح انتهى ما راح اسكن يعني أنه أنا بدل أجي أحكي عن زملائي اللي راحوا فشلوا ليه شاء الله جبرني يعني يكونوا عندك رأي فيه بابعض أنا رأي عم بعطيك فيه كتير ناس تسلقت على المهنة هني بيعرفوا من إني ما ضاينوا اللي بيضاين هو المهنة الحقيقة يعني شغلة الأمم المتحدة مانا هيني الناس بتفكر بناية بعدين كل ما شوية بتشوفي السفير مرحبا هلو أمباسدر هاي أمباسدر بتنعزمي على ما هي هاي القصة لأنه بالنهاية إذا ما كنت أنت مهنية وعندك صدقية ما بتضايني ما بتضايني ولا تحترمي وما بتوصلي يعني أنا بدي أسألك سؤال مدام مدامك ماشي بهالطريقة أنت بدي بدي أصرف شوية غرور يعني بدي شوفك شوية غرور إنه كم صحفية أو صحفية أنت بتعرفي من لبنان أو من المنطقة العربية كلها إنه وصل للمرتبة العالمية اللي أنا وصلت الله إلي إلي كم واحد طالع بالتلفزيونيات الأمريكية آلاف المرات كمحلل سياسي محترم كم حدا نكاتب في نيويوك تعمز والواشنطن باوست واليوزويك والآخره ليه كرمي ليك مصدر ضفت حدا تسلمي 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 بس ليش لأني مهنية لأني بحترم أصول المهنة لأني وصلت بعرق جبينة لأني اشتغلت يعني أنه أنا ما بتلقم يعني فيه كتير صحفيين بيجوا أعطينا أعطينا البريفنج بيجي بيعطوه البريفنج بيكتبوا لا أنا بروح على أكثر من المصدر أنا آي كروس شخصيتك الأوية هي لساعدتك كمان شخصيتك الأوية واحترامي لأصول المهنة احترامي لأصول المهنة عارفة حالي إذا ما وصلت إذا ما احترمت المهنة بدي مثلي غير مثل غيري أقشط على جوارب الطريق مثلي مثل غيري اللي حاولوا لا أحترم الأصول المهنة يعني أنا تقول لي ما في غير راغدة درغم وحده ما في حدا بيشبه أو صل الليف nurt يعني أنا مثلا أنا مثلا بالنسبة للشخصيات العالمية كرؤسة بوزراء خارجية أنا عملي أحاديث حصرية مع أكثر من 50 وزير عالمي مش مع وزير عربي أكثر من 50 هذا أكثر من مرة كمان مع الرؤسة 30 رئيس يعني مقابلة حصرية مش إنه مجموعة حصرية سكوبسل عملتها بحياتي يعني السبق الصحفي ما من أصله مين كشف أصله وأنا عادي بنيويورك